السلام عليكم الخوة إن شاء الله سأكون قائعة بخير سأكون صحة لكم تبعوا ديزيد بول سأتحدث مع المقابلة في الجزائر أمام إيران سأقوم بتحليل طاكتيكي على طريقة لعبنا كيف تخرجنا بالكورة وعلى شاء عجبتني هذه المباراة كانت مباراة ممتعة إن شاء الله سأتعجبكم الفيديو تبعوا معايا بالماضي تقوم بخطاء و تقوم بلعبين لازم بخطاء بالكورة بهذه الكيفية والله العادي بغير نعمة لا تشاهدك على البارح فور بزاف بدأت باللقطة الأولى هنا كيش تهد اللقطة برمير أكسيون انطلاقة المباراة عرفت هذه الأكسيون شفت بالليل كيف شرح اللعبه فهمت وين كان رايح بالماضي فهمت وين كان رايح بها هذه الأكسيون بدأت شوف وش خرجنا بالكورة من القارديان بعد طوغاي طوغاي ديركتر تمريرها للأمام البراهيمي براهيمي يعطيها للقادري قادري بدربة واحدة براهيمي يعطيها البن عياد وبعد دفاع إيران قطحها هنا يا خلاص هنا فهمت كيف شكونا رايحين اللعبو طوغاي يعرف يخرج بالكورة على حسن ما شفنا في هذه المقابلة ستانيك سيلونجوير وفي هذه الأكسيون بدأت عرفت تبلي الفارق الوطني راح يبني الهاجامات ملتحت ونجو طالعين ميليوتيران ودوكتشوفوا واحد اللقاطات خير تلكم أجمل لقاطات في قه الشهور الأول يعني تتمتع خويات تتمتع شوف هذه اللقطة هذه الدوزيام في وسط الميدان راشيد غازال قادري قادري يعطيها مباشرة براهيمي من الجهة اليوصرة شوف براهيمي توزيع مي غازال كان في وسط الميدان بعد بشي عاودي واللي كان متأخر هنا يا كانت يعني فرصة رائعة هنا يا وكانت مبنية بكورات قاسيرة بكورات في الأرض هكتشوف هنا يا كيف كيف شوف في وسط الميدان زرقان مع بن ناصر بن ناصر براهيمي بن ناصر بن ناصر طوبة وهي رايحة تبدو الكوراوي أعبك تتمتع أخويا والله العادي مغير تمتع شوف هنا يوم بعد بدران بدران زرقان زرقان مباشرة القادري قادري يضربها وكانت تزديدها في الإيطار يعني هنا لي تتمتعش لاباستع زرقان كسر بها الخط وعطيها له القادري قادري مباشرة تنسدد نحو المرمى هم لي مليو تيران لي جيبرك حيوية هنا كيف كيف خروج بالكورا بدران مع طوغاي طوغاي بدران بدران يمد هالزرقان وهي رايحة كما راكم تشوفو زرقان يعاودي ولي مع الدفاع شوف هنا تبدو الكوراوي شوفوا التحركات تعليم ليو تيران ومع لبالش إذا تولهتو لها بس هنا نرومار كي بزافع فايز كي نشوف الماتش بار اخصوم كي كنا نبدلو الناحية تحرك بدون كورا جاب معه جوار باش يخلي الاسباس باش يخلي هذيك المساحة ولزاوية البناصر باش يدير تغيير لناحية تاعو باش يقدر يدير ينطلونس فيرسال يسمى يدرب كورا طويلة على العرض باش يبدل الجيهة معها طوبة هنا شوفوا بلي دار تحرك باش يجبد مع هذيك الجوار ويخلي بالناصر يولي على البييغوش تاعو يقدر يبدل الكوتي هاو من التحركات اللي يعجبوني انا نقول لكم صح تحركات بدون كورا مهمة جدا هنا بضلان لدار تغيير الناحية للطوبة مرة اخرى ولنا نجلب الفارق من الجهة كيما هنا قادري هو اللي يدار تحرك شوفوا كيفاش يبدل معه جوار ليه وفرغ الميليوتيران باش طوبة ومبعد تكون عنده المساحة ومبعد يقدر يلعبها مع هذي جوار لياخد الاسباس من بعد اكتشو كيفاش هنا قادري هو اللي يدار تحرك بدون كورا ليتجاب معه جوار باش يقدر يفرغ المنطقة اللي ملهيه باش بعد بدلان يدير التغيير الناحية بكل ارياح يهم بعد هاو تحركات اللي كنت حاب نهضر لكم عليهم نعود لكم بركة اللقطة كيفاش اللي منديروا التماريرات في الدفاع بس حشوفوا التحركات تعلعبين في الوسط شوفوا قادري كيفاش راح اخذ المساحة في كاسي فريقية للأسف اكتشو كيفاش تحركات تعلعبين بين باللي بالماضي رايخدم معهم وكيكونوا عندك ديجان يبوجي وخويا يزغدوا صاحبي كان امور ليما تتولهوا لها شبرك وزيد كان تحرك اخر هنا كما رأيكم تشوفوا كان نفس التحرك ملجيالي ملهيه غازال كان هابط كان متأخر وبالناصر كان متقدم عودوا وتبادلوا المراكز بهذا التحرك هذا تشوف بناصر بلي هبط باش يمد حل الدفاع بهذه التحركات للخصم يفقد التوازن تاوي خطر ما علاها بلوش كون اللي لازم يراقب وبهذه التحركات اللعبين يخلقوا مساحات الروحهم هكتشو كيفاش تحركات اللي هدرت لكم عليهم الموفمون هادية اللي لازم تلعبها في الوسط باش تقدر تفتح البلوك وهادية خاصتنا في المباراة اللي شفنا في اوغندا مع تنزانيا كيف كيف كنا نزغدو ما كانت تحركات عجبني الحال باسكو كانت عندنا حيوية في الميدان هنا كيف كيف شوف طوبة استلم الكرة حول يروه هنا شوف قادري معه رح يكوفره شوف قادري رح يدير الكوفيرتور الطوبة شوف هنا طوبة طلع رأسه قادري توتشو بروبوزاله وشغل أعطالوا حل كان قادر لم يدلوا تمريره هنا باش يكسر الخطوط بالتحرك هنا قادري ما حاول يعاودي ولي الوراء خير باش ياسوري عاودي مع زرقان هنا دقيقة العاشرة هنا يعني حو سيسي لقال الحل شوف قادري عاودي ولي معه شوف قادري عاودي ولي تمركز في الوسط باش عاودي زيدي يدير تمريره أخرى الطوبة أكتشوف تحركات عجبني الحالة نقول لكم صحة متعة في البرمير 100 شوف الأول تعلجز أمام إيران بلك أحسن شوف في 2022 بلك أحسن شوف من المباراة عزين بابو هبالة والله العظيم غير اللعب النبي هذا هو اللعب اللي كنت نحوس عليه هنا شوف كيف أشجزنا من وسط الميدان شوف بالنصر قادري قادري بالنصر بالنصر زورقان تشوف البالون يروح ويولي بعد زداد غازيل وهي رايحة والله العادية مغير تتمتع كورت قادم هكتشولي باس تيكي طاكا يا ابن عمي تيكي طاكا دقيقة 11 هنا ها وعلان الموت على هاد الكورة ها هكتشوف هنا يشوف بالنصر متمريرا ويكسر بها الخطوط هنا ما عرف هي رقبها ابراهيمي عاود ثلات ومعاد ضغطنا وعاود نسترجعناها هكتشو كيفاش عاود وخرجوها تاماس هادي الكورة اللي نحبوها هنا استرجعنا الكورة في الدفاع بالضلان برأسية شوف بالنصر كيفاش يعاود يخرج بالكورة مكان لها كورة طويلة لأوالو راح مع عادة مرات المباراة هذه صرت ومعاد مرات نقول صح هنا فريمون زهيت ولا زهيت براهيمي ضيع الكورة بصح مباشرة نشوف كيفاش نعاود نسترجعها في الوسط شوف ونعاود نخرج بها في الوسط بطمار رات قصيرة شوف شوف بنعم مي وبعد لقطة تزديد غازال خرج الإطار يعني كورة استعراضية سبيكتاكل تعصح على باقت لكم متعة ودرت لكم مدىك اللايف بعد بريمير مي طو هتر زهيت هنا كيف نخرج الكورة من الوسط مرة أخرى تمرير مباشرة للأمام كسر بها الخطوط هنا زرقان بنعياد بنعياد مراقب مليح كورته عاود ترجعة الزرقان زرقان عاود اضع القادري القادري الغازال كورة سبيكتاكل يا أخويا كورة تعصح على ملعبنا هكذا منذ ما نعرف شهر الوسط الحيوية هنا كيف كيف شهر تبدو الكوراوي شهر المثلة في الوسط كنا بتفوق عددي في الوسط هنا زرقان قدر يضرب بها عاود أو لا الطوغاي طوغاي طوبة طوغاي طوغاي قادري شهر قادري كشي عاود يطلع وبدلوا الناحية مع طوبة بالجه اليوصل اللي كان يعطي بزفح هلول هجوميا شهر مع براهيم هنا تبدو الكوراوي بعد عاود لعبها مع بن عياد وكان خطأ هنا كيف شهر الحارس يخرج بالكورة مع بن ناصر بن ناصر مع زرقان زرقان قادري قادري زرقان زرقان بن ناصر بن ناصر بن عياد بن عياد طوبة جليو صراف لاعر شو كيف هاي الكورا هاي الكورا الحاديثة هاي الكورا الحاديثة شوف شوف تبدو الكوراوي تيكي تاكامل هي عاودنا رحنا لهم لنفس الجهة مع عزدات كامل تمك شوف يا خويا هاي كورا استعراضية قدخلنا بها قدخلنا بها وبالما دي باين باللي كان فرحان هنا شوف باللي رح نمر يقول هاي الكورا الاستعراضية هنا طوقها يخرج بالكورا بكورا في الأرض شوف كسر بها الخطوط مع براهيمي براهيمي يدخل في وسط الميدان لعبها مع بناصر بناصر براهيمي براهيمي غازل وغازل بعد رهوغ قادر الفريق وضرب الجزاء هنا وجاءت لقطة من تبدو الكوراوي في الوسط وانا نخرج الكورا من الوسط هادية اللي كنت نهضر هاي علاش كنت نطالب بوسط الميدان وكان عندنا خالة الكبيرة في الوسط ولينا لعبوا الكورا اللي نحبها أنا يا علب لكم بلينا نكرها الكورات الطاويلة وهاد الكورا هاي هاي عبك الماتش هاي هاي نعاون نشوف و البرميار ميطانو عاوت شتاز وجمرات وبالك زينا نعاون نشوف تتمتع يا يا هنا قادري يعطاه حل هنا شوف يدي البالون من تحت عطاه له الطوقاي الطوقاي الطوبا بدل الكوتي طوبا عطاه لزرقان زرقان بعد يعاودي ولي مع قادري قادري مع زدادك يبدل الناحية مع زدادك زدادك ديركت الغازال اكتشو كيف اشتبد الكورا ويا سي محمد شوف غازال مع ابناصر اللي جاي ريكو بري البالون جاي يعطي حل دي كروشا كان الفوق عودوا ولا وجب مخالفة هكتشوف سينيما على الحيط كما يقولون سينيما على الحيط هاي الكورا اللي تعجبني على بالي بللي كان بزاف اللي مرامش موافقيني الكورا تطويل مليحة تاني اخو يا دي الكورا اللي نرتاح نرتاح كي يشوفها والقوة تانا كانت في الوسط كنا نعطو الحلول كنا نجيب الحلول وكنا قدر نخرج بها كانوا تحرك في الشوط التاني كانت عندنا صعوبات في الخروج بالكورا دخل زروقي في بلاس الزرقان هذا هو يعني التغيير وشفنا يعني بللي وسط الميدان تبدل كانت عندنا عدة صعوبات في الخروج بالكورا خطرش ما كان حلول الوسط اللي دخل ماولا يمد حلول دائما محاصر بالخصم وكنا نخرج بالكورات الطاويلة كما راكم ترى سواء بماندرية أو يضرب بالفوق سواء بدران ماولا يلقى في الميديو التاني اللي يجي عاونو وكنا نضرب الكورات العالية زيد على ذلك مشكل كبير في توجيه اللعب هنا القرار كان خاطئ حتى خرجتم بعض الكورة لتاماس خطرش هنا كان قدر يغامر غير شوية شوف هنا كان قدر يشوف هنا بالناصر كان قدر يمدلوا الكورة بكل سهولة وتمرير للأمام كان يغامر غير شوية يشوف برك يطلع عراسه وبرك كان قدر يلعبها بطريقة أخرى في عود يلعبها الجيال من المدافعين يسنوا فيها كانوا يسنوا فيها المهاجمين لإيران سمحوا لي لكي يسترجعوا بسرعة في الوسط ويقدروا تمريرات بينية كان بطء كان عندنا وسط ميدان باطئ في الشوت الثاني أسكن الحرارة أو التغيير نجعلكم أنتم تحكموا ما هو المشكل الخروج بالكورة كان تقيل نوعا ما وشوفوا القرارات لم تكن صحيحة هنا تمريرات كانت دائما تمريرات تكون خاطئة أو تريسكي بشيء الروفقاء يكونوا في وضعية صعبة جدا لكي يستعمل الكورة كان بطء هنا في الانطلاقة هنا الترانزيشيون ترى ما هو الميليوتيران تقيل لكي يتعود ويقوموا بعد قادري في دقيقة ستين هذي كانت لزاد تخلتنا نفقد السيطرة في وسط الميدان والذي نلعب بكات كات دو بزوج مهاجمين ونحينا وسط ميدان والذي نلعب بالليلي والناس على الأرويقة ودخلنا عموراني ولو يلعبوا في الهجوم فقدنا وسط الميدان بتفوق عدد كما راكم ترى هنا 64 دقيقة هنا ترى بالذي كنا محاصرين بمثلة في وسط الميدان هنا صراع واحد ضد واحد كيف يجاز بسهولة مراوغة سهلة مزي طوبة في التغطية هنا بالنصر الذي يهبط يأتي بالكورة لكي يحاجم لكي يخرج بالكورة الارتكاس كان غرق قليلا فهمت كان غرق قليلا الارتكاس هنا كيف كيف شوف وراء الارتكاس حتى وين طوبة اطلع لكي يدير خاطئ لكي يكوفر على المنطقة كما راكم ترى كانت لدينا بعض الصعوبات في التغيير يعني لاعب 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 كان أحسن وسط ميدان زورغان لم يقدم أداء رائع من المنظومة وصل الميدان كيف بدلت ولت لدينا بعض الصعوبات في الخروج بالكرة في التغيير الطاكتيكي كان لديه أثار على اللعب تقريبا المباراة كانت رائعة وقدر نقول لدينا السيطرة وإيران أردت لكي تربحها لكي تتعود في النتيجة أمر طبيعي يعود وقدرت لكم التحليل هذا خروج بالكرة ان شاء الله تتبعوا الفيديو الذي أمر الأخرى ان شاء الله يعطيكم صحيح لتبعتوا الفيديو ونقولكم بقوا على خير صحيتوا